الكتاب اللي في ايدي ده هو قانون العمل الاماراتي اللي صدر سنة 2022 تخيل القانون ده في خلال سنتين بس اتعدل مرتين يعني في خلال سنتين دولة بتعدل قانون عشان شايفة ان فيه مصلحة للتعديل وتواكب بيه الاحداث ايه هم التعديل اللي حصلوا؟ اول تعديل وده كان كويس جدا 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 وده السنة اللي فاتت واتطبق اول السنة دي التعديل ده كان بيقول ان ايه منازع عملية تحت الخمسين الف درهم بيتم نظرها وفصلها في وزارة العمل يعني حضرتك بتقدم شاكوة عملية بتنظر وتفصل في وزارة العمل لو هي اقل من خمسين الف كان الاول لازم تنظر في الوزارة ولو ما فيش حل ودي بتروح للمحكمة وتسجل فالدولة شافت ان فيه تأخير في الموضوع ده وفي الفصل في القضاء العملية فعملوا التعديل ده واللي كان تعديل كويس جدا لتسريع الاجراءات اما التعديل التاني اللي حصل وده كان الاسبوع اللي فات وده كويس جدا وده كان عشان الاخوة اللي بيتاجروا في الاقامات واللي بيعملوا التوظيف السوري طيب التعديل اللي كان ايه عدله الغرامة بتاعت التوظيف السوري او شكل التوظيف لو حضرتك مش عغل حد بيزا سياحة حضرتك مش عغل حد عندك وما تعرفش هو شغل فين زي ما انت بتقول هبعلك اقامة حرة وروح اشتغل برا طبعا ده غير قانوني كل الحاجات دي اصبح الغرامة فيها من مئة الف درهم لمليون درهم تخيل تغليز العقوبة دي عشان يحدوا من الظاهرة اللي بيتشوفها طبعا عن نت واكد حضرتك شفتوها تعال بيع لك اقامة حرة تعال اشتغل عندي ببيزا سياحة تعال اعمل لك اقامة حرة في الدولة ما فيش اقامة حرة في الدولة اقامتك فقط على العمل اللي انت شغل فيه حضرتك بتشوف اقامتك مكتوب عليها شركة ايه هو ده اللي بتقدر تعمل عنده بس فاي حد يقول لك تعال بيع لك اقامة حرة اعرف ان الكلام ده مخالف للقانون والوقت حاليا بنشوف ان فيه ابعادات بسبب الحاجات دي فيه قضية تانية كتير جدا والحمد لله ان الموضوع ده تتضخم والعقوبة دي كبرت بالشكل ده لان الناس بصراحة بقت بزوداها في الموضوع اشتر اقامة حرة اشتر اقامة حرة اشتر اقامة حرة فلما دولة تطبق لك تعمل لك قانونه في خلال سنتين تعدله اعرف ان الدولة دي مهتمية بيك جدا والدولة دي هي الامارات اللي فعلا من اول ما جينا هنا كل شوية قوانين بتتعدل عشان تساري الاحداث بدلا من انلاقي دول تانية قوانين بتتعدل من الخمسينات ومن الاربعات ولا بتتعدل ولا اي حاجة ولا فيهم سارة حقيقة 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 شكرا للامارات